موسيقى 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 الاجراءات الجديدة التي اعلن عنها بخصوص صندوق التكافل العائلي ستمكن من الوفاء بالتزام حكومي أساسي يهم توسيع المستفيدين من صندوق التكافل العائلي وتبسيط مصاطره في سنة 2017 كانت تعليمات ملكية سامية بإضافة الزوجات المهملات المعويزات ضمن نفقات هذا الصندوق موسيقى هذا الصندوق يهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر شهري لأطفال قاصرين للمطلقات استحقوا النفقة لكن الزوج رفض أداءها أو تهرب منها رغم صدور حكم قضائي بذلك موسيقى قيمة هذه الدعم المالي الشهري 350 درهمان عن كل طفل قاصر في حدود 1050 درهم في الشهر عن ثلاثة أطفال موسيقى يقع أولاً الانتباه إلى الحاجة إلى تبسيط المساطر يهم ذلك أولاً تقليص عدد الوطائق مثلاً شهادة الحياة تم حدفها في إطار المساطر الجديدة مثلاً شهادة العواز التي كانت تسلم من طرف السيد الولي أو العامل تم حدفها مثلاً الشهادة الضريبية تم حدفها وعوضت هذه الشهادة الثلاثة بشهادة واحدة حول وضعية الأسرة هذا المعطى الأول المعطى الثاني أن قرار تنفيد الحكم القضائي أو المقرر القضائي المتعلق بأداء هذه النفقة في السابق كان الأمر يتوقف على تقديم طلب من المستفيد اليوم بمجرد ما يصدر المقرر القضائي كتابة الضبط تحيله في ضرف ثلاثة أيام على المصالح المختصة من أجل تنفيده إذن هذا إجراء مهم على المستوى التبسيط يصدر القرار في أجل ثلاثة أيام يحال من أجل التنفيد الإجراء التالي من حيث عملية التبسيط يتعلق ب حالة الأطفال القاصرين الذين ليس لهم يعني نائب شرعي فيمكن هنا للطفل مباشرة أن يتقدم بالطلب دون أن يكون هناك نائب شرعي ثم الإجراء التبسيط الخامس ويتعلق بمحاربة عمليات الغش والتحايل أو استرجاع تسبيقات فهنا تقرر أن تصبح كتابة الضبط هي التي تتطلع بهذا الأمر ليست فقط المرأة المطلقة بل أيضا الزوجة المهملة التي لم يقع طلق أيضا هنا الصندوق اليوم أقر استفادة الزوجة المهملة المعويسة ثم أيضا أقر استفادة في الحالة التي تتعلق بالكفالة أي مثلا الجدة التي تحتضن الطفل فهنا أيضا تستفيد من الخدمات دير هذا الصندوق ثم العنصر الثالث وهذا واحد تحول مهم جدا نأمل أن يمتد لبقي المجالات فيتعلق برفع صقف الدعم لينتقل من 1050 درهم إلى 1400 درهم بحيث أن الأم أيضا الزوجة المعويزة أو الأم المطلقة هي الأخرى تستفيد من الدعم 350 درهم شهريا اليوم إلى غاية نهاية هذا الأسبوع تم تقديم الحصيلة 37 ألف ملف 39 ألف ملف قدم استفاد سبعة كانت استفادة شاملة 67 ألف طفل قاصر بمعنى هذا النظام الاجتماعي الذي ينتج عليه أطار مالي من شأنه توفير واحد دعم في حده الأدنى لهذه الفئة شاملة 67 ألف طفل قاصر جموع النفقات المالية بلغت 120 مليون درهم أي 12 مليار ديال سنتيم وهذا جزء من الدين الذي علينا لهذه الفئة الاجتماعية الحارجة الموارد إلى غاية يعني السنة الماضية تجاوزت 650 مليون درهم بمعنى هناك إمكانيات مالية مرصودة الآن بتبسيط المساطر بتقليص عدد الوطائق بوضع آلية لتسريع الاستفادة بتوسيع عدد المستفيدين برفع قيمة الاستفادة سيشكل هذا الإجراء خطوة جماعية طموحة لفائدة هذه الفئة التي ينبغي إنصافها هذا الغرض وزارة العدل أصدرت دليل من أجل الاستفادة وأنا هنا أوجه نداء للجمعيات التي تشتغل في هذا المجال الوساطة الأسرية والدعم الأسرية وعموم الجمعيات إلى التعريف بهذا الإجراء حتى نتمكن من ضمان حد أدنى من الدخل والدعم المالي المباشر لهذه الفئة